موسيقى داخل هذا المبنى تحدد يوميا أسعار الظهور والنباتات بالنسبة للعالم بأسره أكثر من 19 مليون زهرة وأزيد من مليونين نبتة تجد مشتريها يوميا في ألسمر في هذا المبنى الضخم تباع يوميا ما يزيد عن 22 مليون زهرة مقطوفة ونبتة يأتي بها العديد من الملتجين من كل أنحاء العالم والتي سيتم بعد ذلك تصديرها من طرف التجار إلى العالم بأسره وجميع الدول تستورد ظهورها من ألسمر فهي أكبر بورثة للظهور في العالم وهذا باعتبار كتاب جينز للأرقام القياسية كما يعتبر المكان أكبر مبنى صناعي ووظيف بأن ظهور ألسمر ترسل إلى جميع الدول المشهد يذكر ببرثة وولستريت قاعة يتوسطها لوح دائري مزايا بأرقام ودلالات غير مفهومة إلا من طرف هؤلاء المشترين المهوسين الذين لا تترك أعينهم هذه الصبورة الإلكترونية المعلقة أمامهم فقط هذه القاطرات الصغيرة الممتلئة بالظهور تساعد على فك رموز اللغس في هذه القاعة حيث يشري المزاد العلني أنتم ترون في الجهة اليوم ساعة إلكترونية على جانبها تظهر صورة ظهرة عباد الشمس الشعبية المعروفة المهم في هذه الساعة الإلكترونية هو العقرب الأحمر الذي يدور من الصفر إلى المئة ويشير في كل لحظة إلى ثمن كل ظهرة لماذا ينزل العقرب إلى الأسفل الناس الموجودون هنا هم المشترون والمصدرون الذين يمثلون الشركات الهواندية الكبرى يشترون الظهور في الساعة عندما ينزل العقرب إلى أسفل وكما ترون الآن فإن العقرب توقف عند الرقم 7 معنى هذا أن المشتري دفع 7 سنت يورو لكل ظهرة عباد شمس وفي هذه اللحظة يظن المشترون أن ما دفعه هو ثمن جيد جدا أقوم بهذا العمل عما يزيد عن 25 سنة أبدأ في الشغل عادة كل يوم على الساعة الخامسة صباحا آتي إلى هذا المزاد العلني أشتر الظهور وكما تلاحظون هنا توجد كل أنواع الظهور والنباتات إنه عمل جيد ومربع فبعد إنهاء عملية المزاد أضع الظهور في مكان خاص لكي أبيعها بعد ذلك في روتردام قبل المزاد العلني لابد أن تتعرف عن ما هو موجود في البرصة عادة نبدأ العمل في الساعة الخامسة صباحا فالبرصة تفتح أبوابها في الساعة السادسة صباحا حتى العاشر أو الحدي عشر صباحا كل هذا مرتبط بالعدد الموجود من الظهور تتم في هذه القاعة أكثر من 60 ألف عملية تجارية والتي تتم بسرعة فائقة عملية الانتظار والضغط على الزر لا يعني بالضرورة إنهاء المهمة فقد يحصل أن يغادر الأشخاص بدون زهور المشترات غير أن الضغط على الزر بسرعة معناه إمكانية تحديد السعر لك ولكل الزملاء المتظرين تغير الأمر كثيرا عن ما كان عليه منذ أزيد من قرن حيث كان فلاحو ألسمر يبيعون منتوجاتهم داخل مقهى المدينة بيع هذه الزهور يتم الآن من طرف شركة مختصة تدعى بلومان فيلين ألسمر وتلقب بوولستريت الزهور يشتغل بداخلها ما يقارب ألفين عامل وتحقق أرباحا سنوية تفوق المليار يورو المهمة هنا في هذا المعمل مش معمل هذا وإنما هذا في الحقيقة مش معمل وإنما تعاونية تعاونية والتعاونية هو يعني صدير والوالدات والصادرات من هنا كلها يعني تشرى هنا ويتبع هنا المنتوجات المعروضة تأتي عن طريق سبعة آلاف فلاح يأتون من داخل وخارج هولندا وبذلك تستطيع ألسمر أن توفر سوقا عالمية تتميز بتعدد الإختيارات وبجودة لا مثيل لها يتم البيع عن طريق المزاد العلني بوسطة عرض الزهور بأعلى سعر ثم خفضه تدريجيا يبدأ العرض في الساعة السابعة صباحا بسعر مائة يورو يخفض تدريجيا إلى أن تجد الزهور مشتريا يكون هو أول من يضغط على زر محدد لنفس الطلب موجود على طاولة أمامه وبذلك يكون قد حدد سعر الشراء بالنسبة للجميع يتطلب الأمر حنكة ودراية بالميدان وسرعة في اتخاذ القرار حيث أن الزهور تعرض لدقائق فقط وإن لم تجد مشتريا فهي تسحب من العرض تاركة المكان لزهور ونباتات أخرى يحدث الأمر في خمس قاعات متماثلة ممتلئة عن آخرها بعد الانتهاء من عملية المزاد العلني التي تجري بالقاعات الخمس يتم إجسال الزهور إلى المساطرين والتجار ويتم تصديرها بعد ذلك إلى كل الدول وطريقتنا في التوزيع تصل إلى أبعد قرية في العالم وما نفعله أنه بعد توصلنا بالظهور نضعها في علب نسخيها ونضع فوقها المعلومات الخاصة بالمنتوج مثلا تصدر معظم هذه الزهور إلى مختلف أنحاء العالم حيث تعرف أكثر من 85% من الزهور طريقها إلى التصدير في اليوم ذاته وبذلك تغادر أزيد من ألفي شاحنة يوميا هذا المكان قاصدة آلاف محلات بيع الزهور في العالم بأسره تعتبر ألمانيا بريطانيا وفرنسا أول مستورد لهذا المنتوج بجانب دول أخرى مثل اليابان والولايات المتحدة وبعض الدول العربية يمكن أن نقول أن أغلب الدول العربية تستورد الزهور من هولندا مثل العربية السعودية وحتى العراق والمغرب كذلك وبعض الدول العربية الأخرى يمكن لكل مولوع بجمال الزهور أن يزور المكان حيث تنظم زيارات سياحية بمراقبة مرشد سياحي يتكفل بشرح تفاصيل الحدث ويمكن متابعة بيع الزهور بالبرس خارج نوافذ القاعات الخمس ثم الاستمتاع بجمال الزهور بإطلالة على الطابق السفلي حيث توجد مساحات جاسعة من الورود كل من يزور المكان يكون قد شهد حدثا مميزا زيارة أكبر مبنى صناعي في العالم أكبر مزاد علني وأجمل ظهور الكون كل ذلك مرة واحدة ترجمة نانسي قنقر